البيتكوين يرتفع والأسواق التقليدية ترتفع اليوم أجمع راح وريكم هذا اليتشارت يورينا ليش أعتقد بأن البيتكوين راح يستمر بالارتفاع بشكل أكبر وراح تكلام جمعها عن تطورات جنونية بخصوص الاتف نحن الآن أخيرا بدأنا نشوف التأثير الكبير من الاتف وكمان راح أعطيكم تحديث عن استراتيجية داول تبعه وأشياء كثيرة أخرى فاتأكدوا بأنكم تظلوا معايا من البداية إلى النهاية مرحبا بكم مرة أخرى اسمي أنصور وقدم لكم الفيديوهات عن الومنات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط ناجر الاشتراك وفاعل الجرس الآن طيب خلونا نتقل هنا الآن مباشرة اللي تقدروا تشوفوه في البيتكوين وهو أنه كان في عندنا هنا بعض التماسك شوية بين الخط الأحمر في الأسفل اللي عنده 42200 والخط البرتقالي 43300 دولار تقدروا تشوفوه هنا بأنه أخيرا بعد أن حاولنا نكسر هذا النطاق هنا خلونا نشوف منذ عدة أيام على فريم الأربع ساعات أخيرا هنا الآن كسرنا فوق هذا النطاق وشوفوه هنا على الزخم اللي تجمع كان قوي جدا بحيث أنه إحنا حصلنا على ارتفاع رائع جدا كنا قريبين جدا من مستوى 45000 دولار فهذا هنا شيء جيد للبيتكوين وهذا بكل تأكيد متوافق طبعا البيتكوين راح يستمر بالصعود مع الوقت في هذا البولرن ولكن جماعة خلوني أوريكم السبب ليش قاعدين نحصل هنا على هذه الارتفاعات طيب أول شيء تقدروا تشوفوا هنا بأنه الأسواق التقليدية الآن كمان قاعدة ترتفع بشكل كبير حاليا الآن هنا طلعت الأسواق التقليدية إلى أعلى قمة جديدة وهذا يشير إلى قوة في البيتكوين لأنه زي ماين تعرفين يا جماعة وتكلمت طبعا عن هذا منذ فترة طويلة أعتقد بأنه كثير من الأموال اللي في الأسواق التقليدية راح تلاقي طريقها في النهاية إلى السوق الكريبتو في الوقت اللي الناس قاعدين يطلعوا فيه أموال من هذه الأصول فرح يكونوا عايزين بأنهم يبحثوا عن فرص أخرى ويزداد إهتمامهم أكثر طيب وإذا شوفنا هنا على الفريم اليومي للبيتكوين هذا هنا شيء مثير جدا للإهتمام لأنه إذا طلعت هنا اللوكس ألغو فاللوكس ألغو هنا لسه ما أعطنا إشارة البوليش للبيتكوين على الفريم اليومي فرح أستمر جماعة بأني أعطيكم تحديث بخصوص هذا ولكن نعم إلى الآن لسه اللوكس ألغو لسه ما أعطنا مؤشر أو الإشارة الإيجابية فهذا هنا جماعة أحد الأشياء اللي لازم تحطوا عينكم عليه ولكن بشكل عام أعتقد بأنه البيتكوين راح يرتفع بشكل أكبر إلى مستويات أعلى وبشكل رئيسي كمان إذا شفتم هنا على سعر البيتكوين مقابل الـ SPX وهذا ببساطة نقارن البيتكوين بالأسواق التقليدية فهذا هنا جماعة تشارت أتكلم عنه من وقت إلى آخر وبالتحديد هنا تكلمت عنه في ربيع 2023 قلت بأنه الأسواق التقليدية هنا تتغلب على أداء البيتكوين حاليا وتقدروا تشوفوا هنا بأنه كنا ماشيين بشكل جانبي وبعدها بدأنا بالتغلب على الأسواق التقليدية بشكل كبير وهذه هي النقطة اللي البيتكوين ارتفع فيها إلى أعلى قمة في هذه السنة 48 ألف في شهر يناير طيب فمنذ ذلك الوقت بدأنا هنا بالتماسك بشكل أكبر تقدروا تشوفوا هنا بأنه البيتكوين أداءه أسوأ من أداء الأسواق التقليدية وأعتقد بأنه هذه هنا فقط مسألة وقت وشوفوا هنا على النقطة اللي احنا فيها الآن الأسواق التقليدية حاليا عند أعلى قمة ولكن إذا شفتم هنا على البيتكوين مقارنة بالأسواق التقليدية فإحنا طبعا الآن لسا هابطين بـ 37% مقارنة بالأسواق التقليدية لما كانت عند أعلى قمة لها بمعنى أعتقد أنه لسا رحنا نرتفع هنا إلى هذه القمم السابقة في النهاية إذا شفتم هنا على البيتكوين مقابل الأسواق التقليدية ولم يحصل هذا الشيء فقط هنا بالارتفاع إلى هذه النقطة هذا هنا راح يعطينا 61% صعود فهذا هنا بكل تأكيد شيء رائع جدا وهذا هو اللي أعتقد بأنه راح يعملوا البيتكوين طيب ليش الآن الأسواق التقليدية ترتفع بشكل قوي وكنتيجة لهذا أكيد البيتكوين هنا يرتفع بشكل كبير خلونا أول شيء نتكلم عن الأزمة المصرفية اللي وردتكم إياها أمس ببساطة أمس البنوك الصغيرة استمرت بالهبوط وليش الأسواق ترتفع لما تكون البنوك في مشكلة لأنه في فقط طريقتين الفيدرالي ممكن يكفل أو يتعامل فيها مع هذا الوضع هذا الشيء حصل في 2023 وكل هذول السيناريهات أو كل هذول الطريقتين معناته بأنه الأصول راح ترتفع إما أنهما يحفزوا هؤلاء البنوك عن طريق حقن زيولة إلى السوق وهذا راح يكون معناته بأنه الأصول راح ترتفع وهذا بالضبط اللي شفتوه اللي حصل في المرة السابقة هذا كان هو الطريق اللي اتخذوه والخيار الآخر اللي يمكن يعمله وهو أنه مش يحفز الاقتصاد عن طريق كفالة البنوك ولكن عن طريق تقليل معدل الفائدة وإذا عملوا هذا الشيء فأكيد إحنا عارفين بأنه الأسواق راح ترتفع فيعني ببساطة كلا السيناريهات إذا البنوك استمرتينها بالهبوط وهذا شيء محتمل بشكل كبير بأنه راح يستمر بالفعل بعمل هذا الشيء إذا استمرت بالهبوط فكل الخيارات اللي لدى الفيدرالي وهو أنه إما يكفلوا هذه البنوك أو ينقصوا معدل الفائدة كلا هؤلاء الخيارين راح يقودوا إلى ارتفاعات كبيرة للبيتكوين والأسواق التقليدية فعشان كذا نشوف بأنه في تطورات حاليا في الأسواق بسبب الأزمة المصرفية هذه هنا في البنوك الصغيرة السوق يتعامل مع هذا الشيء كشيء بوليش وهذا بصراحة شيء منطقي طيب أو من ناحية استراتيجية دول تبعي فزيما أنتم عارفين تكلمت عن البوطات التبعي على الأوكي اكس اللي تم إغلاقها بسبب مشكلة حصلت في الأوكي اكس وإذا لسه طبعا البوطات تبعكم مفتوحة أعتقد هذه هنا فقط كانت مجرد مشكلة واجهة بعض الناس مش الكل ولكن على أي حال هذه هنا البوطات أغلقت بأرباح كبيرة وهذا شيء جيد ولكن يعني طبعا أكيد بكل تأكيد إذا كانت هذه البوطات لسه مفتوحة فالأرباح هذه هنا كانت راح تكون أرباح 200% وبعض هذه البوطات كانت راح تكون عند 150% وكنا راح نكون أو أنا كنت راح أكون عند أرباح أكبر فلكل الناس اللي لسه عندهم هذه البوطات مفتوحة فتقريبا أرباحكم هنا الآن أكثر بكثير من هذه الأرباح اللي عندي ولكن بالنسبة لهذه البوطات هذه هي البوطات اللي تم إغلاقها من قبل الأوكي اكس راح أعد هذه البوطات مرة أخرى وراح أعمل فيديوه منفصل مخصص لهذا الشيء كالعادة فأخليكم مجاهزين لهذا الشيء وبالنسبة لبوطاتي على البوطات تقدروا تشوفوا هنا بأن المشتركين وأنا لسه قاعدين نستمر هنا بالحصول على أرباح كبيرة فهذا هنا شيء رائع جدا يوجد حاليا مقاعد متاحة في كلا هذول المجموعات إذا عايزين تستخدموا هذه البوطات فهذا هنا شيء رائع جدا طيب إذا عايزين تستخدموا البوطات على الأوكي اكس تقدروا تروحوا إلى صندوق الوصف لهذا الفيديو أول شيء شوفوا هذا الفيديو التعليمي في أعلى صندوق الوصف شرحت فيه كيف طريقة عمل هذه البوطات وبعد كده تقدر تنزل إلى الأسفل هنا بونس إداع 60 ألف دولار من الأوكي اكس عن طريق هذا الرابط وبعد كده بضغط الزر واحدة تقدر تعد كل هذه البوطات وإذا مش قادر بينك تستخدم الأوكي اكس فتقدر تستخدم البدغت يضغط هنا على هذا الرابط سجل ويحصل على بونس إداع 8400 دولار بونس إداع وبعد كده هنا تقدر تضغط على هذه الروابط كلا هؤلاء المجموعات فيها مقاعد متاحة حاليا اضغط على المجموعات اللي عايز تستخدمها وكل شيء راح يكون جاهز بضغطه أو ضغطتين فهذا شيء رائع جدا بأن المشتركين اللي معاي هنا لسه مستمرين بالحصول على أموال من هذا الشيء طيب الآن من ناحية العملات البديلة فإلى عملات البديلة اللي أنا أراقبها طبعا راح أضيف جماعها عملات بديلة كثيرة هنا في خلال الأسابيع القادمة فاتأكدوا جماعة بأنكم تستمروا بمشاهدة هذه الفيديوهات ولكن إلى عملات البديلة اللي عندي الآن هنا في هذه القائمة كثير من هذه العملات طبعا لسه أداءها جيد جدا CD5 في الواقع كان في عندهم بعض الإطلاقات حصلت على اللانشباد أو منصة الإطلاق طبعهم ومحتاجين بأن يشوفوا إحدى هذه الإطلاقات تحصل على 15x أو 10x على الأقل هذا راح يكون شيء رائع جدا ولكن أعتقد بأن هذه هنا فقط مسألة وقت إلى أن إحدى المشاريع أو هذه الإطلاقات تحصل على هذه الارتفاعات في CD5 فهذا شيء جيد طيب بيم تستمر بالابتكار بيم تستمر بالبناء وكمان في عندهم اللعبة Forgotten Playland راح تنطلق على بيم فهذا هنا طبعا راح يكون حدث هائل وراح أعطيكم معلومات أكثر عن هذا الشيء مستقبلا فخليكم أجمعه وحطوا أينكم هنا على هذا الشيء والبوليغون والأفالانش والإيثيريوم أكيد نحن عارفين بأن كلها شكلها بوليش جدا طيب والذي شكله كمان بوليش جدا وهو أنه 1.5 مليون مش 1.5 مليون دولار ولكن 1.5 مليون بيتكوين تم تجميعها بين دعونا نقول 42 ألف دولار إلى 43 ألف دولار فهذا معناته بأنه على الأونتشين هذا هنا راح يكون مستوى دعم هائل هذه المنطقة عند 42 ألف دولار و43 ألف دولار راح تكون مستوى هائل جدا وكبير كمستوى دعم للبيتكوين مستقبلا فمن ناحية الربح المخاطرة هذا هنا يستمر بأنه يكون شكله رائع جدا هنا للبيتكوين وكمان إذا شفت هنا على معظم الشراءات اللي حصلت أمس في السوق فجزء كبير من هذه الشراءات كانت قادمة من الكوين بيس وطبعا نحن عارفين بأنه كوين بيس وهذا معروف بأنه هذه منصة للمؤسسات في أمريكا فهذا معناته بأنه كثير من المؤسسات في أمريكا كانت تشتري البيتكوين بشكل كبير جدا أمس وهذا طبعا كان سعر بريميوم على الكوين بيس فكان سعر البيتكوين على الكوين بيس كان يتداول بسعر أعلى من البيتكوين على الباينانس فهذه هنا كمان تعتبر إشارة جيدة بأنه المؤسسات تجمع البيتكوين وكمان شفنا هنا أحد أكبر التدفقات إلى الـ ATF أمس حتى على الرغم من أنه باعوا 81 مليون دولار بشكل عام لأنه بلاكروك كان في عندها تدفق داخل كبير تقدروا تشوفوا هنا بأنه مجموعة تدفق الداخل كان 145 مليون هذا المجموعة الكلي للبيتكوين أمس طبعا ما حصلنا أو ما شفنا هذا الشيء منذ 5-2-1 منذ آخر يوم في يناير حصلنا هنا على 197 مليون فالزخم يبدأ لأن هنا يتكون بشكل بطيئ حاليا هنا في الـ ATF وطبعا هذا هنا راح يستمر مع استمرار البول ماركت في رأيي راح نشوف يا جماعة بخصوص هذا الشيء ولكن كل شيء جيد إلى الآن كل شيء طبعا لسه ما أشياء على حسب الخطة وراح أستمر بأن أعطيكم تحديثات وهذا هو جماعة اللي عندي لكم اليوم بتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر